هذا ويحتفل الكويتيون بعيدهم الوطني الستين وذكرى يوم التحرير الثلاثين لتسبقهم آمالهم الوطنية المليئة بكل معاني الانتماء وضعين ثقتهم بقدرة أميرهم سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح في الازدهار والتنمية بعدما انتقل إلى جوار ربه تاركا خلفه رصيدا حافلا بالإنجازات العظيمة التي سطرها طيلة ما يزيد على خمسة وستين عاما من العطاء المستمر لدولة الكويت من خلال مختلف المناصب الرسمية التي تقلدها يستذكر الكويتيون ما أداه أمير إنسانيتهم ومهندس السياسة وعميد الدبلوماسية الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله من أعمال ومشاريع وضعت الكويت في مصاف الدول المتطورة المتقدمة في نهضتها وبنيانها وقوة بدنها الاقتصادي ورجاحة القرار السياسي فيها وتأثيره المباشر في تسوية مختلف القضايا الخليجية والإقليمية وحتى الدولية كتاب يستعرض التاريخ في صفحاته منذ نشأة الكويت أي قبل ما يزيد على أربعمائة عام محطات مضيئة في كل مرحلة من مراحل الدولة المتلالئة وما رفقها من منجزات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كان قد خطها أمراء الكويت السابقين لتبلغ الأمانة عظما عند أمير دولة الكويت السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ناد به مجلس الوزراء أميرا لدولة الكويت بمجب المادة الرابعة من دستور البلاد وكان ذلك في التاسع والعشرين من سبتمبر من العام 2020 وتستمر المسيرة ويحل يوم الخامس والعشرين من فبراير اليوم الذي يحتفل فيه الكويتيون بعيدهم الوطني الستين وبيوم تحرير بلادهم الثلاثين وعينهم لا تحيد عن رؤية الراية الكويتية خفاقة تلامس بمجدها العلا شعب يثق بقدرة أميره الحالي في الحفاظ على نهج أسلافه في الإبقاء على وحدة الصف المجتمعي إضافة إلى عزمه التوجه نحو إجراء العديد من الإصلاحات النافذة على المجالين الاقتصادي والسياسي ناهيك عن وضع الحلول الرامية إلى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وصولا إلى المحافظة على توازن الرؤى السياسية في ملف الدبلوماسية الكويتية الذي لطال محتوى على وصفة سياسية اعتمدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ستة عقود على استقلال الأراضي الكويتية ستون عاما مرت بحلوها ومرها وفي هذه السنة تحديدا سيكون احتفال الكويت وابتهاج أهلها متميزا خصوصا وأن هذا هو العيد الوطني الأول في عهد أميرها الجديد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي نذر نفسه خدمة لوطنه وأمته قاصدا عزيمة النفس الكويتية القوية في بناء البلاد والعمل بروح والثابة بما يحقق رفعة الكويت وتميز شعبها بين شعوب الأرض قاطبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر